الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم معنا معهم أجمعين مع اسم جديد من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحيي من الحياء والحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح والتقصير في حق ذي الحق الإمام الجنيد رحمة الله تعالى عليه يقول الحياء رؤية الآلاء النعم ورؤية التقصير ترى نعم ربنا وترى تقصير نفسك فتولت بينهما حالة تسمى الحياء بالجملة الحياء هو انحصار النفس عن ارتكاب القبائح سواء كانت شرعية أو عقلية أو عرفية أي ما تعارف عليه الناس ما تعارف عليه الناس هذا مذكور في مدارج السالكين وجامع العلوم والحكم هذا الاسم الكريم لم يرد في القرآن الكريم إنما ورد في السنة المطهرة يعلى بن أمية رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار يعني مش مغطي عورته فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وفي رواية أخرى عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فيما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان جمعهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أي من غير إجابة ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار وينصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين ويرفع الهم عن إخواننا في السودان ويوفق بينهم في الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر ثلاثة ثلاثة نفر أقبلوا فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه استحى أن يمضي فجلس في مكانه استحى أن يمر من فوق رقاب الناس فجلس في مكانه أي غفر الله له وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها إن الله لا يستحيي من الحق ووصف الله عز وجل بالحياء هو وصف يمر كما جاء ويحمل على ما يليق به سبحانه كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها لا نعرفها نؤمن بها هو سبحانه الحيي فلا يفضع عبده عند التجاهر منه والمعصية لكنه يلقي عليه سترة فهو الستير وصاحب الغفران وحياؤه سبحانه وتعالى ليس كحياء المخلوق الذي هو تغيير وانكسار من خوف ما يعاب بل هو ترك ما ليس مناسبا مع عفوه ورحمته وجوده وبره وظن عباده الحسن به فسبحانه يستحي أن يرد يدي عبده صفرا أن يردهما بدون إجابة وقد وصف سبحانه نفسه بالحياء من العبد ووصف نفسه بأنه لا يستحي من الحق وإذا استشعر العبد صفة الحياء من الله كان مرضوذ ذلك خير في كل أموره سرا أو علانية يقول بعض السلف علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيته وإذا خلو تبريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى إن الاستحياء من الله حق الحياء كما جاء في الحديث أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الآخرة فلا تنخذع بزينة الحياة الدنيا وحفظ الرأس أن تحفظ العقل والفكر والفهم من الواردات الفاسدة والشبهات المضلة وحفظ البطن حفظ النفس من الشهوات شهوات المأكل والمنكح مما لا يحل ولا يتم ذلك إلا لمن آمن بالآخرة وآثرها على الدنيا قال ربنا في صورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خاف مقام ربه فنهى نفسه عن الهوى قال فإن الجنة هي المأوى جعلنا الله وإياكم منهم اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شكرا للمشاهدة